اشتركوا في القناة طبعا شكرا على الاستضافة واذا كانت في كلمة نقولها في هذا اليوم اللي هو يوم الشهيد نقف جلالا واحتراما لأرواح شهدائنا الذين قدموا أرواحهم الزكية في دائل الوطن وكذلك لحفظ الإنسان والدفاع عن القيم حيث لا يخفى عليكم اليوم نحتفي بشهدائنا كذلك نستذكر قيم مملكة البحرين في أنه لم تتأخر يوما في الدفاع والمشاركة لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمة العربية والإسلامية في الذود عن سوى كان حياظ الأرض العربية والإسلامية وكذلك دفاعا عن الإنسانية اليوم في هذا اليوم الأقر نستذكر شهدائنا بكل فخر واعتزاز ونسجل كذلك شكرنا وامتناننا لأسرهم ونذكر أسرهم أننا امتداد لهذه الشهداء إن شاء الله بوقوفنا معهم نعم بكل تأكيد هناك دعم واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة لأبناء وأسر الشهداء يعني هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ حسب ما جاء في التغرير اللفتة الكريمة من سيدي جلالة الملك وهو إنشاء الصندوق الملكي لرعاية أسر شهداء الواجب وإذا نتكلم عن الصندوق الشهيد خلينا نستذكر أو نقول مدى أهمية هذا الصندوق ما يضم من أعضاء وهو في مقدمتهم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وكذلك وزير الداخلية ووزير شؤون الدفاع ووزير المالية كل هذه الأعضاء تم وضعهم على رأس هذا الصندوق هدفهم الأسمى هو توفير الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وتوفير كذلك احتياجات الأسرة وتوفير الحياة الكريمة اليوم ننظر إلى الصندوق الملكي الخيري ما ننظر له فقط كصندوق أن أنشئتها الدول وهناك في دول كثيرة تنشئ مثل هذه الصناديق ولكن اهتمام سيدي جلالة الملك أنه خلى على رأس هذا الصندوق كوكبه من المهتمين برعاية أسر الشهداء سواء كانوا من قوة دفاع البحرين وكذلك وزارة الداخلية وما يفوتني في هذا المقام طبعا نستذكر شهداءنا من وزارة الداخلية الذين غدموا كذلك أرواحهم للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وكذلك امتداد لرسالتهم للحفاظ على الأمن والسلم الأهليين في مجتمعنا البحريني أكيد دون شك سيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون شكرا على وجودك معنا في نشرة الثالثة شكرا لك شكرا أستاذ شكرا لك